إنما تشهده مملكة البحرين من تطور وتنمية شاملة وعلى مختلف الأصعدة جاء نتيجة لما اتسم به ميثاق العمل الوطني من شمولية واحتواء لمختلف وجهات النظر والتي تمت صياغته بمشاركة شعبية واسعة من خلال اللجنة العليا لصياغة مشروع ميثاق العمل الوطني المزيد من التفاصيل مع الزميل يحيى العماري الوثيقة المتكاملة للإصلاح في مملكة البحرين ميثاق العمل الوطني بل ورد مشروع جلالة الملك الإصلاحي الذي تعهد جلالته بتنفيذه منذ توليه مقاليد الحكم الرشيد عام 1999 هذا الميثاق الذي توافق عليه أهل البحرين جاء ليحدد الأسس والمقاومات الحضارية لمملكة البحرين الدستورية المدنية المتقدمة وهوية البحرين الحضارية التاريخية العربية الإسلامية والمقاومات الأساسية للدولة والمجتمع وعلاقة البحرين الخليجية والعربية والدولية إرث سياسي متين تطلبت عملية إصداره جهدا كبيرا وعملا متواصلا من قبل اللجنة الوطنية العليا التي شكلت بالأمر الأميري السامي رقم 36 لسنة 2000 والتي باشرت عملية إعداد مشروع ميثاق العمل الوطني مكونة من 44 عضوا شملت وزراء وكبار الموظفين وأعضاء مجلس الشورى وأساتذة الجامعات وأعضاء الجمعيات المهنية والأهلية مبادرة جرالة الملك بكتابة الميثاق كانت مبادرة غير مسبوقة في الحقيقة لا في المنطقة ولا في الوطن العربي والفكرة كانت هي أن نخرج إحنا من مشكلة سياسية ومشكلة مجتمعية وأن ننقل البحرين من دولة غير ديمقراطية إلى دولة ديمقراطية وهذه المحتاجة في الحقيقة إلى قرار شجاع ونعتقد القرار كان فعلا شجاع من جرالة الملك بأن نشكل هذه اللجنة لكي تكتب ميثاق العمل الوطني تشاور وتكامل وتكاتف حكومي ومجتمعي لتحقيق هدف النهضة الحضارية في جميع القطاعات بالمملكة وبالفعل هذا ما حدث فقد شاركت مختلف فئات المجتمع في صياغة مبادئ وأساسيات هذا الميثاق ليكون بمثابة خارطة طريقا نحو الازدهار بالوطن والسفينة كانت متلجة نحو المستقبل يعني البيثاق مثل ما قلت قبل قليل هو خارطة طريق بالنسبة للبحرين كل الإصلاحات تمت على ضوء الميثاق بالنسبة للمشاركين في إعداد الميثاق طبعا كل أطياف المجتمع كانت ممثلة من الخبراء القانونيين من السياسيين من الاقتصاديين ولم يغفل أحد خصوصا المرأة المرأة كان لها دور كبير في إعداد الميثاق اللجنة الوطنية العليا لصياغة مشروع الميثاق خاضت العديد من المراحل الهمة التي كان لابد منها حيث دابت أنذاك على عقد سلسلة من الاجتماعات المطولة مع مختلف فئات الشعب ومكوناته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وهو ما أثمر إطفاء سمات الشمولية والتنوع والاحتواء لمختلف الآراء ووجهات النظر التي استمعت لها اللجان المعنية وأخذتها بعين الاعتبار اجتماع موسع من أهل الخبرة والدراية والعلم والديانة والمذاهب وكل جميع المستويات شاركت فيه لتعطي رأيه بصراحة واختلفوا وعدلوا وصححوا وجابوا يعني مش بس جيبوا كتبوا وعطوهم إياه لا هذه صحة ليعدل ما قبلها إن كان فيه شيء خطأ أو فيه تجاوز أو فيه حصص لذلك جاء مشتاق العمل الوطني بهذه النسبة العالية ليحقق طموح المواطنين في الوطن وبعد أن انتهت اللجنة العليا لصياغة مشروع المثاق من عملها حتى جاء في الثالث والعشرين من شهر يناير لعام الفين وواحد الأمر الأميري رقم ثمانية لسنة الفين وواحد بدعوة جميع المواطنين للاستفتاء على مشروع المثاق وفي يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر فبراير لعام الفين وواحد أقبل المواطنون على مراكز الاقتراع بشكل ملفت حيث بلغت نسبة المشاركة الشعبية في ذلك الاستفتاء تسعين وثلاثة من عشر بالمئة وفي هذا اليوم التاريخي سجل شعب البحرين موقفه الراسخ بالموافقة على ميثاق العمل الوطني بنسبة ثمانية وتسعين وأربعة من عشر بالمئة لتبدأ البحرين بعد ذلك اليوم مرحلة تاريخية هامة في النماء والتطور والتجاوب الإيجابي مع رغبة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في صناعة عهد جديد من النهضة والتنمية وتطوير النظام السياسي للبحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين